سلام عليكم ومرحبا بكم في محاضرة جديدة اليوم راح اشرح لكم موضوع مهم بالجراحة اللي هو البوست اوبراتف فيفر او التفاعدة رجالة الحرارة اللي يحصل بعد العمليات الجراحية هذا موضوع مهم في الجراحة لأنه تستطيع من خلاله انه تميز المضاعفات الصارت بعد الجراحة وعلى اكثر اي مرض سببها طبعا مو 100% بس على اكثر فاستطاعوا ان يجمعوها في جدول معين اطلقوا عليه 5W شو نقصد بال5W هستفهمكم لو صار عندنا فيفر باليوم الاول او الثاني على اكثر المشكلة باللونغ بالرئة فاطلقوا عليه او اليوم الاول والثاني اطلقوا عليه الووت اي الريح شنن نقصد الراحة يصار عندنا عندنا بعد العملية ممكن المريض بعد العملية يتعرض لنيمونيا التهاب بالرئة او يتعرض لحالة تسمى اتلكتسز انهدام جزء من الرئة وهو يصير بها فممكن يسأدي هذا الى طبعا هذه تكون سريعة اي بعد العملية بيوم او يومين فاول شي راح نفكر ب ويند اي مشكلة برية طيب الو البعدها هي اليوم الثالث طبعا الثالث الى الرابع ممكن نقول ممكن نقول اللي هي اليو تي اي اطلقوا عليها الووتر شننصد باليو تي اي يوري ناري تراك انفكشن اي التهابات بالمجاري البولية وهذا تحصل بين اليوم الثالث والرابع اه فاطلقوا عليها يو تي اي او ووتر اي التهاب بالمجاري البولية طيب في اليوم الخامس لو صارت عندنا الحالة طبعا هذا ممكن نقول بعض مصادر الثالث الى الرابع خامس الى السادس المهم ففي اليوم الخامس لو صارت عندنا هذه الحالة او صارت عندنا ثيفر على الاكثر مو مية بالمية لكن على الاكثر عندنا فاطلقوا عليها لفظ وولك اي ماشي ليش اطلقوا عليها لفظهورك لان هذه هي عبارة عن فيينات موجودة في الساق وهذه طبعا هي صمامات بالفينز فمرات المريض لما يصير في غرفة او بعد العملية ممكن لفترات طويلة يكون متمدد وبالتالي الدم صعب انه يمشي لانه ماكو حركة بالقدم او ماكو ماشي فممكن مرات المريض يتعرض الى تجمع جلطات في هذه المنطقة في هذه الفينات وسوي حال اسمه ثرومبوفيليبايتس او ثرومبوفيليبايتس اي التهاب بالفينز وايضا تكون خطرات وهذه ممكن هذه الخطرات خطرة لأن ممكن تلتقل الى القلب وبعدين الى الرئة وتسوي من ولذلك هذه الحالة مهمة لازم نعرفها فطبعا هي رادلها مدعم وتتكون فبالتالي خلوه بين اليوم الخامس والسادس اليوم السابع في هذه الدبليو عندنا الووند 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 اي الجروح نقصد به اما ابسس او ممكن يصير عندنا انفكشن سليولايتس او غيره بالووند اي بمنطقة الجروح نفسها او الشق النفس سوينا للجراح ممكن يصير لدينا ابسس فالدبليو هنا جاي من كلمة ووند نفسها ووند نفسها طيب في اليوم ال يما فوق السابع يعني ثامن الى تقريبا العاشر او اكثر ممكن نفكر هنا ما يطلق عليه بوندر وير خليه امسحها اكتبه باللون الاحمر ووند وير شنو نقصد بوندر وير هذا ممكن نسيج لأدوية احنا نطيناها وبالتالي يصير دراج رياكشن او مرات رياكشن اي تفاعل بسبب الادوية ادوية مناسبة المريض ممكن ادت الى فيفر او بسبب انه ننطيل بلاد بروت يعني ننطيل دم ما يتوافق وليه المريض وبالتالي ممكن يؤدي الى فيفر هاي طبعا تكون متأخرة في اليوم البعد السابع فهذا هو ال طبعا هنا معلومة لازم تعرفوها اهنان اذا صارت عندنا حالة الفيفر بعد 45 دقيقة او 30 دقيقة من العملية هذا اكثر حالة بنسببها السيبسيز اي تسمم الدم اي العملية انتقلت او بعض العملية مباشرة انتقلت من المكان او من المكان الاصابة الى الدم مباشرة وهذه حالة خطيرة يسموها سيبسيز اي تسمم الدم واكثر الوقت سببها بكتيريا فيسموها بكتيريميا 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 فهذه بكتيريميا فتسمم الدم اذا كان بعد 30 الى 45 دقيقة طيب الان سأرسملكم اياها بالخط الزمني على اعتبار انه هذه النقطة او هذا يوم الصفر اللي هو اليوم العملية نفسه وانتقلنا بالخط الزمني بعد 45 دقيقة من العملية 45 دقيقة اكثر وقت قلنا هذه سببها سببسيز اي تسمم الدم انه بكتيريا انتقلت الدم سببها تسمم بالدم طيب بعدها بيوم الى يومين هنا الفترة هذه فترة اللي قلنا هي اللنغ اللي قلنا سميناها ويند اي ريح يعني هواء فهذه فترة اللنغ طيب اليوم الثالث قريبا الثالث والرابع هنا قلنا هذه الفترة هي اليو تي اي او يولي انفكشن اللي اطلقنا عليها لفظ ووتر طيب اليوم الخامس والسادس تقريبا هذه الفترة فترة دي في تي او دي فين ثرمبوسيز اللي قلنا عليها ووك وطبعا اليوم السابع قلنا ووند مشاكل بالجروح او التهاب بالجروح يعني ممكن يصعد سليولايتس او ممكن يصعد ابسس في هذه الفترة وبعدها قلنا هنا هذه الفترة واكثر هي الواندر وير واندر وير اللي قلنا ممكن درق انتراكشن او مشكلة في دم بوكترس وغير ها من الامراض فهذا التايم لين فاهم شي هذا المخطط نذكر لانه مهم جدا عندما شخص يجيك عنده بعد العملية مباشرة فكر بهذه الامراض حسب الوقت طبعا هل هي مئة بالمئة لا طبعا لازم نسوي رولات او نسوي استقصار لبقية الاسباب لكن تنطيك علامة او علاقة الدلالة على سبب الارتفاع بدرجة الحرارة لانه وفق هذا الجدول راح تتم خطة علاجية مثلا الـ راح نعالج الجهاز البولي في حالة راح نعالج الجهاز التنفسي وغيرها في حالة الووند اذا عنا لازم نسوي مثلا درينيج يعني او في حالة دي بين ثرومبوسيز لان ننطيد ويهي مثلا مضادر التخثر وايضا طبعا الدايغنوسيز راح يختلف ان شاء الله تكونون استفاديته من هذا الشرح واشكركم من المشاهدة يلا القاكم في فيديو اخر سلام عليكم